مع نمو مشاريع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط عموما ودول منطقة الخليج على وجه الخصوص كان لابد من معرض يعزز هذه الصناعة ويبحث في تحدياتها والفرص المتاحة من خلالها فانطلقت المعارض المختصة بهذا المجال في منطقة الخليج العربي ومن بين هذه المعارض معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول آديبك انطلق المعارض في العام 1984 بواقع مرة واحدة كل عامين إلا أن النمو المتسارع الذي يشهده القطاع دفع الجهات المسؤولة في أبوظبي ونخبة من كبرى الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز إلى الإعلان عن أن آديبك سيصبح فعالية سنوية اعتبارا من العام المقبل أسباب هذا التوجه كثيرة الماضي العريق لهذا المؤتمر المؤتمر بدأ من 1984 وماشاء الله كل سنة يزيد يتضاعف يتوسع وأصبح مؤتمر مقنع جدا لدرجة أن أصبح هذا المؤتمر والمعرض أكبر مؤتمر ومعرض في الصناعة البترولية في الخليج العربي أو في الشرق الأوسط ويعتبر من ثالث حدث على مستوى العالم وليس هذا فحسب حكومة رشيدة في أبوظبي يعني مركزين كثير أن يجعل أبوظبي مركز يعني تجاري مركز حاضن للتجارة والسياحة يعني بيزنس هب فماشاء الله التوسعات اللي حصلت المدينة يعني مقنعة أن تساعد التوسعات في المعرض مثل المؤتمر في المعرض حجم الطلب على المشاركة الدولية فاق التوقعات وفقا للقائمين على المعرض خاصة بعد اعتماد قطاع الغاز كجزء رئيس من المعرض الأمر الذي ينعكس بالضرورة على عدد الزوار المتوقعين السنة سنتوقع الزوار والمستمعين والباحثين بيوصل إن شاء الله كل مجموعهم خمسين ألف نسمة ويجدر بالذكر هنا أن مخزون منطقة الشرق الأوسط من احتياط النفط العالمي يقدر بنحو ثمانية وخمسين بالمئة تحتل الإمارات المرتبة السابعة من حيث المخزون النفطي هذا ويقدر مخزونها النفطي بنحو ثمانية وتسعين مليار برميل أما المشاريع النفطية في منطقة الخليج فتزيد على مائة وواحد وخمسين مليارا ومائة وستة وسبعين مليون دولار أما الغاز فقدرت مشاريعه بنحو ثلاثة وسبعين مليارا ومائة وتسعين مليون دولار راهم الأمير الرؤية الاقتصادية أبو ظبي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر